في دار مزادات بينوش وجيكيلو بباريس بيعت حفريتان عملاقتان لديناصورين مقابل أكثر من مليون يورو لكل منهما وعرضت في المزاد حفرية لديناصور صغير من نوع ألوسورس يبلغ طوله 3.8 متر والهيكل العظمي الذي يعود إلى نحو 140 مليون سنة ينتمي إلى فصيلة من أحد أكثر أنواع الديناصورات شهرة في العالم واكتملت نسبة 60% فقط من الهيكل في البداية وأعيد ترميم الحفرية على يد ثلاثة أشخاص يعملون بدوام كامل لمدة ستة أشهر لاستعادة العظام والقطع المفقودة كما بيعت حفرية لديناصور من فصيلة ديبلوديكوس يبلغ طولها 12 مترا وأعيد بناؤها على يد فريق من علماء الحفريات الإيطاليين مقابل 1.18 مليون يورو مقابل 1.18 مليون يوروديكوس يبلغ طولها 12 مترا